لدى استقبال سموه لرئيس هيئة الأركان المشترك الفاكستاني أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن التعاون الإقليمي والثنائي بين دول المنطقة أصبح لزاما اليوم فما مرت به المنطقة من استهداف مباشر لتقويض أمنها واستقرارها وإضعافها لينتهي ويجب أن يكون الجميع على درجة عالية من اليقضة وأخذ الحيطة والحذر لا في تنسموه إلى أن دول مجلس التعاون نجحت في التغلب على محاولات النيل من أمنها بوحدتها وتمسك شعوبها ومساعدة كل منها للآخر وستتمكن هذه الدول من إفشال أي مؤامرة ضدها بتكاتفها وبتغليب المصالح العامة المشتركة على أي أمر آخر فيما أكد رئيس هيئة الأركان المشترك الباكستاني أن حكمة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وحنكته في التعامل مع مختلف القضايا لها محلها في التقدير في باكستان كما هي لدى العرب وباقي دول العالم مشددا بأن رؤية باكستان تنطلق بأن أمن مملكة البحرين خاصة ودول مجلس التعاون بشكل عام من أمن باكستان وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر قضيبية صباح اليوم الفريق أول زبير محمود رئيس هيئة الأركان المشتركة بجمهورية باكستان الإسلامية حيث استعرض سموه معه مسار علاقات الصداقة الوثيقة التي تربط مملكة البحرين مع جمهورية باكستان الإسلامية وسبل الارتقاء بآفاق التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة وما تتطلبه من تنسيق مستمر للتعامل معها بشكل فاعل يخفف وطأتها على الأمن والاقتصاد الإقليميين والعالميين وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما تمثله باكستان من قوة إسلامية لها ثقلها الإقليمي والدولي لافتاً سموه إلى حرص مملكة البحرين على توثيق التعاون مع جمهورية باكستان الإسلامية وبخاصة فيما يتعلق بالجوانب العسكرية والدفاعية وقال سموه إنما يجمعنا مع باكستان هي علاقات قوية ومصالح مشتركة وحرص متبادل على الدفع قدماً بالتعاون الثنائي على كافة الأصعد وفي مقدمتها العسكرية وتلك المتصلة بمحاربة الإرهاب وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن ارتياحه لما وصلت إليها العلاقات البحرينية الباكستانية من تطور وازدهار على كافة المستويات لافتاً سموه إلى اهتمام مملكة البحرين بترقية أفاق التنسيق المشترك مع جمهورية باكستان الإسلامية على الصعيدين الأسيوي والدولي بما يدعم جهدهما في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين ترجمة نانسي قنقر